وقع الحوثي في العام 2020 في فخاخ كبيرة وواسعة موثقة بالصوت والصورة جعلت من هذه الجماعة تصنف على قوائم الإرهاب العالمية ويعود ذلك إلى انعدام الرؤية السياسية للميليشيات والطيش بمصير شعب يقع جل عدد سكانه في مناطق سيطرتها أنا أقف أمامكم الآن وأنا متأسف كلنا متأسفين جميعا في الصعوبات المتعلقة بموضوع الموظف الحكومة الذي لم نستطع الإيفاء بنصف الراتب كما وجهنا سابقا خلع هذا التصريح ميليشيات الحوثي من قوائم سلطة الأمر الواقع بعدم قدرتها على صرف أدنى متطلبات وهو الرواتب وجعلها في خانة غير القادر على إدارة شعب أو تشغيل مؤسسات الدولة وصنفها بشكل دولي سلطة فاشلة بعدما جنت هذه الميليشيات ملايين الدولارات من المنظمات الأجنبية العاملة واستخدمت الإغاثات في مجهود الحربي وضيقت الخناق على المواطنين بالجمارك والضرائب بعدما استحدثت منافذا جديدة وبحسب وثيقة للبنك المركزي فقد صرف الحوثي تريليون ومئة مليار ريال يمني خلال عشرة أشهر ما يوازي مئة وعشرة مليارات ريال يمني شهريا وبرغم هذا المبلغ المهول لا تستطيع الميليشيات صرف الرواتب هنا كان للموقف الدولي أن أعلن هذه الجماعة إرهابية لا رجال دولة استبدلت ميليشيات الحوثي المصنفة جماعة إرهابية في أكتوبر من العام 2020 مجامع الأسرى من مقاتلها بمدنيين في مخالفة للقانون الدولي والمدني وكانت هذه الصورة بشكل عام مفاجأة للرأي العام الدولي الذي وثق لحظة وصول الأسرى المدنيين والصحفين من الطرف الآخر إلى مطاري عدن وسيئون هذه الخطوة أكدت على وجود معتقلات واسعة لدى الميليشيات وتم رفع تقارير دولية بشهادات مصورة للمنظمات ما أكد إرهابية ميليشيات الحوثي نوفمبر من العام 2020 كان الفخ الكبير بوصول سفير إيران إلى صنعاء فقد مثل هذا الدخول غير القانوني مجهول الطريقة أو الوسيلة عمالة ميليشيات الحوثي الإرهابية لدولة إيران الواقعة تحت عقوبات دولية واقتصادية نتيجة تهديد السلم العالمي ربط الحوثي لنفسه بهذه الصورة المقيتة كان له تابعات تصنيف ميليشيات جماعة إرهابية وأحد أذرع دولة إيرهابية بصورة رسمية لا غبار عليها كما أن إرسال السفير الحوثي الديلمي إلى طهران كان صورة أخرى لارتزاق وعمالة هذه الميليشيات التي ارتضت لأن تكون جناحا إيرانيا على شواطئ البحر الأحمر لتهديد السلم العالمي عودة الحكومة اليمنية الجديدة إلى عدن أواخر عشرين عشرين كان قصف ميليشيات الحوثي الإرهابية بالصواريخ الباليستية لحكومة نالت عودتها إلى عدن استحسان الرأي العام الدولي معضلة ودليلا جديدا على أن ميليشيات الحوثي لا تأبه بالحل السياسي في اليمن ولا ترى في التحركات السلمية أي خيار أو طريق لإنهاء الحرب والمعاناة عرقلة الميليشيات لكل هذه الجهود نصب ميليشيات الحوثي في خانة الجماعات الإرهابية التي تقوذ السلم المحلي والإقليمي بتصميمها على استمرار الحربي والمواجهات فبراير من العام 2020 توقيف سفينة إيرانية بها أكثر من 150 صاروخا مضادا للدبابات في بحر العرب ومصادرتها من البحرية الأمريكية وتوزيع مشاهد إلقاء القبض على طاقمها هذا وقد تمكنت استخبارات الساحل الغربي أيضا خلال 2020 من إحباط عدد كبير من محاولة تهريب السلاح النوعي والمتمثل في الصواريخ الحرارية والموجهة وقطاع الطائرات المسيرة الأمر الذي وثق صلة ميليشيات الحوثي بالإرهاب الدولي وتقويض مساعي السلم ويقين موقف الحوثي من الحرب الذي يذكي نارها بالتعاون مع إيران الطامحة لأن تهدد من مر التجارة العالمي خدمة لمصالحها ترجمة نانسي قنقر